عاشت فرنسا السبت يوماً جديداً من المظاهرات التي جابت مختلف أنحاء البلاد لتنديد بمشروع الحكومة القاضي بإصلاح أنظمة التقاعد بينما هددت نقابة العمالية الرئيسية بالتصعيد وشل الحركة في البلاد كلياً ابتداء من السبع من مارس إذا لم تسحب الحكومة خطتها المثيرة لجدل ونزل ألاف المتظاهرين السبت إلى الشارع للتعبير عن رفضهم للخطة الإصلاحية الحكومية التي تنص خصوصاً على رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 64 عاماً وهو اليوم الرابع بعد مظاهرات 19 و31 يناير و7 فبراير في الوقت الذي من المتوقع تنظيم تعبئة جديدة في 16 فبراير قبيل إحالة مشروع الإصلاح على مجلس الشيوخ في 17 من الشهر ذاته ندعم الإضراب القابل لتجديد اعتباراً من سبع مارس لشل البلاد كلياً كان بالإمكان تجنب ذلك لكن بما أن الحكومة متشبتة بموقفها فإن الشيء الوحيد الذي نتشاركه معها هو عدم استعدادنا للتفاول لذلك يجب عليها سحب المشروع هناك الكثير من المتظاهرين إنه نجاح كبير بالإمكان جعل الحكومة تدعين لمطالبنا لكن ذلك غير ممكن إلا عن طريق إضراب شامل ومتكرر مع انضمام الجامعات والمدارس التانوية والشركات وفي الوقت الذي تعتزم المركزية النقابية عبر تظاهراتها المتتالية زيادة الضغط على الحكومة لدفعها إلى سحب مشروعها المتير للجدل تواصل الحكومة مشاورتها مع مختلف القوى السياسية بغية إقناعها بالتصويت على مشروعها مبدية في الآن ذاته رفضها للتراجع بالخصوص عن البند الذي يخصص الإحالة على التقاعد ويتخوف المتتبعون لشأن المحلي من مضي النقابات في تهديدها بشل الحركة في البلاد وهو ما من شأنه أن يتسبب في خصائر اقتصادية كبيرة بينما سيؤثر بشكل كبير على شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون التي ما فاتئت التراجع منذ طرح خطة إصلاح التقاعد وتجاد الجمعية الوطنية نقاشاً حاداً بين الأغلبية الحكومية والمعارضة العازمة على إسقاط المشروع الإصلاحي بعد أن قدمت ما لايقل عن 20 ألف مقترح تعديل وفي انتظار تصويت البرلمان بتمرير المشروع أو رفضه سيكون على الحكومة مواجهة المعارضة على حلبة أخرى ألا وهي الشارع